السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي في نظام المسارات مادة الفنون أعزائي الطلاب والطالبات من أهم المواد في الحياة وتشترك في كل مناحي الحياة واليوم سيكون معنا درس جديد موضوعه مبادئ التنظيم الإدراكي ولكن أعزائي الطلاب والطالبات قبل الدخول في هذا الدرس ومعرفة تفاصيله نريد أن نعود قليلا إلى الوراء في درس سابق فتعلمنا العوامل التي تدخل في بناء العمل الفني وتعرفنا أن هناك عاملين رئيسيين البعد الإدراكي والبعد البنائي وتعلمنا أن البعد الإدراكي يحتوي على العوامل أو يتكون من العوامل النفسية الذاتية التي تتعلق بالفرد نفسه وميوله وكذلك العوامل الموضوعية الخاصة بالعمل وقوانين الإدراك البصري هذا فيما يتعلق بالبعد الإدراكي ننتقل إلى البعد البنائي طبعا البعد البنائي يتكون من هيكل التكوين للعمل الفني ومن عناصر بناء العمل الفني وأسس بناء العمل الفني كذلك تعرفنا على معنى الإدراك ومعنى الإدراك البصري وأيضا العمل الفني فالإدراك أيضا الطلاب والطالبات هو عملية معرفية تساعد الفرد على فهم واستيعاب العالم الخارجي المحيط به ليتمكن من التعامل معه وأما الإدراك البصري فهو تمر عملية الإدراك عموما عنده معظم الناس بنفس العمليات وهي النظرة الكلية للعمل الفني دون النظر إلى التفاصيل والأجزاء والعناصر الأولية ثم بعد ذلك تبدأ عملية تحليل وتفكيك عناصر العمل الكلي لمعرفة العلاقات بين الأجزاء ومن ثم يعادة التركيب مرة أخرى العمل الفني أيضا يدرك كوحدة متكاملة فلا أهمية لعنصر واحد من عناصره على حدة عندنا يعني على سبيل المثال في كثير من الأعمال الفنية طبعا لكن لو أخذنا على سبيل المثال الدلة وهي طبعا من الموروث الشعبي عندنا في المملكة العربية السعودية ودلالتنا على الكرم وعلى العطاء وأيضا على محبة الضيف وكثير من الدلالات المعنوية والتي نفخر بها ولكن لو نظرنا إلى الدلة ككل فهي تشير إلى التراث وإلى الموروث الشعبي عندنا والذي لا زال حتى يومنا الحاضر يعتبر رمزا من رموز إكرام الضيف لكن لو نظرنا على هذه الدلة مثلا وكانت المسكة التي نحمل منها الدلة طبعا تمسك باليد اليسار كانت المسكة التي نحمل بها الدلة مزخرفة مثلا ونظرنا فقط إلى المسكة الخاصة بهذه الدلة دون الزخارف التي عليها فهنا لا ننظر إلى العمل ككل وإنما ننظر إلى عنصر واحد فقط من عناصر هذا العمل الفني العمل الفني ككل هو الدلة ودلالتها التراث الشعبي لو نظرنا مثلا على سطح هذه الدلة قد يكون هناك بعض الزخارف النباتية أو بعض الزخارف مثل السيفين والنخلة أو كذا هذا عنصر واحد فقط لكن ينظر دائما للعمل الفني اللي هو مثلا الدلة هذه ككل المسكة بالزخارف التي فيها الزخارف الموجودة على سطح الدلة أيضا طراز وتصميم وشكل هذه الدلة ولونها الذي قد يكون نحاسي أو فضي أو لون ستيل اللامع الذي مثل المرآة أو يسمونها عن ستيل مرور هنا هذه هي ككل تعتبر كعمل فني فلا ننظر إلى عنصر دون بقية العناصر إذن العمل الفني يدرك كوحدة متكاملة مثل ما ذكرنا على مثال الدلة ولا أهمية لعنصر واحد من عناصره على حدة إنما هذه العناصر تعمل معا بطريقة متكاملة ويؤثر أي خلل فيها أو في أحد عناصرها على العمل بعد ما ذكرنا كل ما درسناه في الدروس السابقة ننتقل الآن إلى مفهوم الكلية في فهم الظاهرة يعني ذلك إدراك الأشكال ككليات وليس كجزئيات كما هو موضح قبل قليل حين أتحدث عن مثال الدلة فتحليل الخبرة المدركة بشكل كلي إلى أجزاء قد يفقدها معناها وغايتها يعني حينما أنا أكون مثلا صنعت مجسم دلة كبير في بهو فندق في صالة بيت في مدخل قصر أفراح وضعت رمز اللي هو مثلا الدلة هذه والدلة مثلا ما ذكرت لكم عليها مثلا نقشة سيفين ونخلة والمسكة فيها زخارف قد تكون نباتية أو أي كان نوعها إذا نظرت فقط إلى هذا الجزء وهو السيفين ونخلة أو الزخارف النباتية أو الزخارف الموجودة على المسكة أفقدت العمل هذا دلالته إذن في إدراك الأشكال ككليات وليس كجزئيات إذن تحليل الخبرة المدركة بشكل كلي إلى أجزاء قد يفقدها معناها وغايتها مجرد النظر فقط إلى الزخارف الموجودة على سطح هذه الدلة أو على مسكة هذه الدلة يفقدها قيمتها ككل فلذلك لا يعني أن نظر الجزئية معينة في العمل الفني أنها ستكون دلالة على كامل العمل أو على كامل الاتجاه في هذا العمل طيب عندنا الآن اللي هو فقرة الثانية اللي هي الشكل والأرضية فينص هذا المبدأ على أن الإنسان يرى الأشياء ويدركها وينظمها على أنها شكل وأرضية وتتضح العلاقة بين الشكل والأرضية في أن الشكل له حدود تحيطه بينما الأرضية ليست لها حدود لأن الأرضية تقع خلف الشكل مثلا لو كان عندي صورة مثلا لشجرة وهذه شجرة في الشارع فإن الشكل الذي يركز عليه في هذه الصورة سيكون الأرضية النخلة وأما الشارع وما خلف الشارع وما خلف هذه الشجرة سيكون الأرضية لا حدود للشارع ليس له بداية ونهاية وإنما يملأ كامل الصورة ولكن الذي له حدود هو هذه الشجرة فلذلك الشكل يكون دائما له حدود معروفة بداية ونهايته ولكن الأرضية ليس لها حدود أيضا مثل مثال الدلة لأفترضنا أنها في بهو في فندق والتقط لها صورة أو نظرت إلى هذه الدلة الأرضية التي تقع عليها هذه الدلة هي مع الخلفية كاملة تعتبر هي أرضية العمل الفني وما يرى خلف هذه الدلة لكن حينما أنظر إلى هذا الشكل سأركز على هذه الدلة وسأشاهد حدودها وأعرف ارتفاعها وأيضا عرضها وكم المساحة التي تتشغلها هذا هو الفرق بين الشكل والأرضية كذلك فإنه تختلف درجة نصوع الشكل على الأرضية إما أقل أو أكثر حسب الإضاءة أو حسب القرب أو البعد طبعا هذا تفريق بين الشكل الشكل له حدود تحيطه بينما الأرضية ليس لها حدود سنأخذ الآن بعض الأمثلة عندنا في تفريق بين الشكل والأرضية مثلا هنا في لوحة للفنان السوداني محمد عبد المجيد فضل وكما تشاهدون هنا في شكل أشبه ما يكون بمزهرية لكنها مجردة يعني نعرف الرسم اللي فيه تجريد هذه عبارة عن شكل مزهرية الأرضية في الخلف هي عبارة عن جبال وسماء وأيضا كأنه في حبة لؤلو أو قمر أو شمس تطلع من داخل هذه الجبال هنا أيضا الشكل والأرضية ليلعم الفنان العالمي بول سيزان كما تشاهدون الشكل هو شكل الفواكه شكل الثمار الموجودة شكل الجرة الإناء والصحن كذلك القماش اللي موجود أما الأرضية فهي التي تأتي في الخلف وهي الجدار وأيضا قماش اللي باللون الأسود والطاولة هذه كلها ليس لها حدود وإنما تملأ فراغ اللوحة أحيانا قد يكون هناك بعض الأشكال لا نستطيع أن نحدد الشكل والأرضية فيها بسبب تساوي حجمها أو بسبب أحيانا شيء من الخداع البصري فعندنا هنا مثلا الشكل إذا نظرنا إلى اللون الأزرق واعتبرنا أن الأرضية هي اللون الأسود سيبدو هذا اللون الأزرق كأنه كوب معدني من الأكواب النحاسية القديمة أو قد يكون مثل شمعدان أو رأس شمعدان وإذا نظرنا إلى اللونين المساحتين اللي باللون الأسود واعتبرناها هي الشكل فإنه سيبدو كأنه وجه إنسان ينظر إلى مرآه والأرضية ستكون هي اللون الأزرق يعني هذا الشكل الآن اللي إلى اليسار في الصورة الي اليسار يعتبر من الأشكال المخادعة أو الأشكال التي تحير المشاهد هل يعتبر اللون الأسود هو الأرضية أو يعتبر اللون الأزرق هو الأرضية وكل الحالتين صحيحة بإمكاننا أن ننظر إلى الأرضية أن هذا اللون الأسود ويعتبر الشكل هو شكل الشمعدان أو بإمكاننا أن نعتبر اللون الأزرق هو الأرضية ويصبح الشكل هو اللون الأسود وجهان متقابلان هنا طبعا هذه بعض الأشكال يكون صعب التفريق فيها بين الشكل والأرضية طبعاً أعزائي الطلاب والطالبات ترتكز عملية الإدراك البصري على عدد من المبادئ والقوانين تتمثل في الآتي الإدراك البصري يعتمد أو يرتكز على التشابه والتقارب والإغلاق والاتجاه المشترك والاستمرارية سنتعرف عليها جميعاً بشيء من التفصيل مع بعض الأمثلة البصرية نبدأ بالتشابه فالتشابه هو ما يسهل إدراك الأشياء المتشابهة أكثر من الأشياء المتباينة فالأشياء المتشابهة في بعض الخصائص كاللون أو الشكل أو حتى في الحجم تجتمع مع بعضها في وحدات وبالتالي يسهل تعلمها وتذكرها كمجموعة واحدة حتى لو كانت مباثرة من غير انتظام كما نشاهد هنا في تشابه بين الأشكال المربعات مع بعضها البعض ويسهل إدراكها وحتى التراصل الموجودة هي عليه كذلك الدوائر الموجودة باللون البرتقالي والمثلثات المتجاورة ذات اللون الأخضر هذا فيما يتعلق بالتشابه أيضاً في الإدراك البصري هناك التقارب حيث يشير مبدأ التقارب إلى أن العناصر تميل إلى التجمع في تكوينات إدراكية تبعاً لدرجة تقارب حدوثها الزماني أو المكاني فالأشكال التي يتقارب وجودها في المكان يتم إدراكها على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة أو صيغ مستقلة مثل ما نشاهد في الشكل 28 هذه طبعاً الأشكال متقاربة وموجودة في نفس الموقع فلذلك المسافات القريبة بينها تسهل عملية إدراكها وتخزينها وتذكرها لاحقاً أي أنه من السهل تذكر هذه الوجوه وأيضاً حتى عددها على الرغم من أنها توجد في خمسة خطوط مفردة للوجوه وكل زوجين يكونان واحدة مستقلة إلا أنها تم تقاربة وسهل تذكرها كذلك هناك الذي هو ثالثاً الإغلاق يتم إدراك الأشكال التي تمتاز بالاكتمال أو الاستقرار على نحو أسهل من غير المكتملة أو الناقصة لذلك حينما يكون هناك شكل ناقص في أحد أضلاعه مثل المثلث أو الدائرة أو المربع أو غيرها من الأشكال الأخرى فإن العين البشرية والعقل البشري يمين إلى إكمال هذا الشكل لو نظرنا إلى هذه اللوحة التي هنا عندنا شكل مثلث هذا المثلث لم يكتمل اتصال الضلعين مع بعضها البعض ولكن نحن تلقائياً نكمل هذا الشيء وندرك أنه مثلث لكن في وجود جزئية ناقصة أو فيه ما يسمى بالإغلاق أنه غير مغلق ولذلك للوصول إلى عملية إغلاق هذه الحواف من أجل فهمها وتفسيرها إذن أنا قمت بإيصال هذا الضلع مع الضلع الآخر ذهنياً حتى اكتمل عندي شكل المثلث أو الدائرة أو حتى الشكل البيضوي أو الشكل العشوائي الآخر هي عندنا أيضاً أعزائي الطلاب والطالبات رابعاً اللي هو الاتجاه المشترك حيث يشير هذا المبدأ إلى أن العناصر التي تتحرك أو تسير في اتجاه معين تدرك على أنها استمرار لموقف معين فهي تنتمي إلى نفس المجموعة ولذلك فإن إدراكها وتذكرها يكون أسهل من العناصر تسير في اتجاهات مختلفة هنا عندنا مثل هذا الشكل الذي اللون الأزرق مربعات طبعاً ولكنها تتجه في اتجاه واحد وكأنها سرب من الطائرات فهنا سهل تذكر هذا الشكل وأيضاً سهل رسمه فيما بعد سواء بخط متصل أو تكراره مرة أخرى أو نقله كما هو عندنا في خامساً اللي هو الاستمرارية فالأشياء أو العناصر المتصلة مثل النقط التي تفصل بينها خطوط منحنية أو مستقيمة تدرك على أنها تنظيم لشكل واحد بعكس المنفردة التي ليس لها علاقة تربطها بغيرها لو نظرنا إلى الشكل 31 نستطيع أن نرى أن هناك شريطين يكونان تكوينين منفصلين ولكل منهما شكله الخاص فالشريط الذي في الأعلى عبارة عن مجموعة أقواس أما الشريط الذي فيه الأسفل فهو عبارة عن وحدات زخرفية ذات شكل مميز يميل إلى أن يكون مربع مأخوذة زاويته وموضوع بدلها خط أو استدارة إلى الداخل حينما ندمج هذين الشريطين مع بعضهما البعض كما يبدو فيه الشكل 32 فإن الاتصال الخاص بكل منهما يختلف بحيث يصعب إدراك أنهما شريطين وإنما ينظر الإنسان إليها على أنها هي وحدة زخرفية واحدة متكاملة ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى الجزء الأخير في هذا الجزء من الدرس فتعد المبادئ السابقة كلها مبادئ تسهل عملية الإدراك لكن يحدث في بعض الحالات عند رؤيتنا لبعض المشاهد ما يسمى بخداع الإدراك حيث يتم تفسير وإعطاء معاني لهذه المشاهد على نحو غير صحيح أو دقيق وقد يكون الخداع في إدراك الشكل والمكان واللون والحركة والحجم وغيره مثل ما تشاهدون الآن في الشكل 33 حيث أن الفنان في هذه العملية أو في هذه الطريقة من الرسم طبعا استخدم المساحات والألوان وكذلك الخطوط والأحجام المختلفة مع بعضها البعض حتى يعطي إيحاء بالتجسيم الكروي إلى الخارج فكأنه هنا في هذه الأربع التقسيمات لهذه الصورة هناك أربع كرات تدفع قماش ما إلى الخارج وبالتالي أصبح هناك فيه خداع بصري لكن لو حضرنا مصطرة وقمنا بوضعها على هذه الخطوط سنجد أن هذه الخطوط متوازية وليست متباعدة عن بعضها البعض ولكن عن طريق استخدام الألوان الفاتح والغامق وهي الأبيض والدرجات من الرمادي الخفيف مع اللون الأسود أعطتنا هذا الانطباع وصار هناك ما يسمى بالخداع البصري طبعا هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من الدرس الجزء الثاني يعد أسلوب أو البعد الإدراكي في تصميم الشعارات حيث يعد أسلوب استغلال المساحة السلبية يعني عندنا شيء اسمه المساحة السلبية وهي الفراغ المحيط بالعنصر من أحد المهارات التي يتقنها المصمم في توظيف معاني الشعارات وإعطاها شكل مميز وجذاب نتذكر معا قد درسنا في المرحلة المتوسطة درس عن الشعار وتصميم الشعار وعناصر الشعار وكل التفاصيل وقد سممنا سابقا شيئا من الشعارات سواء لمادة التربية الفنية التي كنا ندرسها في ذلك الوقت أو حتى لأي شيء آخر نميل إلى التصميم له وتعلمنا كيف نصمم الشعار الشعار يصمم على ما يسمى المساحة السلبية أو الفراغ يعني لا يكون له خلفية وإنما يكون في مساحة فارغة لماذا؟ حتى يسهل نقل هذا الشعار بمكان إلى مكان ووضعه على أي أرضية إذن الأرضية قد تكون غلاف كتاب قد تكون لوحة في محل قد تكون على باب على نافذة في أي مكان فلذلك حينما يصمم الشعار لابد أن يكون مصمم على مساحة سلبية أو على ما يسمى أيضا بالفراغ المحيط بالعنصر هنا يقوم الفنان بدمج عدد من العناصر أو الرموز التي يريد إظهارها في الشعار من خلال عملية بناء تكوين يشمل استغلال المساحة السلبية أو ما يسمى بالفراغ المحيط بالشعار ليكون جزءا من العناصر ويكملها حتى يعكس دلالة رمزية لمعنى الشعار كنشاط للمنشأة التي يريد رسمها أو يمثلها ويتم إدراك هذا التوليف بصريا ضمن مفهوم قانون الإغلاق عندنا الآن مثالين سننظر إلى المثال الأول في شكل 43 نلاحظ أن هذا شعار لأحد المطاعم ويتضح ذلك جليا من خلال شكل الملعقة والشوكة ولكن لو نظرنا إلى حدود شكل الملعقة والشوكة سنجد أنها ليست متصلة مع بعض البعض هناك قانون الإغلاق فلذلك نحن بصريا أغلقنا شكل هذه الملعقة وشكل هذه الشوكة وبالتالي عرفنا أنها ملعقة والشوكة لكن لو نظرنا إليها بدون ما تكون مغلقة فإن الشكل لن يعطينا الصورة الصحيحة أيضا عندنا هنا اللي هي الدوائر اللي موجودة تحيط بهذه الملعقة والشوكة فهي مثال للصحونة والأطباق التي تقدم في المطعم طبعا تحت أيضا في الشعار أضاف اللي هي العبارات المكتوبة وهذه باللغة الإنجليزية طبعا تيستي فود أو الطعام اللذيذ هناك أيضا الألوان التي يختارها واللون الأصفر والأحمر وكذلك اللون الأخضر هذه ألوان حينما يشاهدها الشخص فإنها تؤثر فيه نفسيا وتعزز شهيته لتناول الطعام هنا الفنان يدرك أهمية اللون وهمية أيضا الخط واستخدم قانون الإغلاق في تصميم هذا الشعار هناك تصميم شعار آخر سيركلز أو الدوائر كما تشاهدون هنا هذا شعار لشركة ماء وعنوانها سيركلز أو دوائر نلاحظ أنه فيه مجموعة دوائر وأيضا هناك دائرتين متصلتين مع بعضهم البعض وكأنها جزء من ماء أو قطرة ماء انتثرت إلى الأعلى هذا فيما يتعلق بالبعد الإدراكي في تصميم الشعارات هناك نشاط عندنا في الكتاب أنه استنادا إلى ما تعلمناه في مبادئ الإدراك البصري طبعا مبادئ الإدراك البصري التي أخذناها قبل قليل وكيفية توظيف قانون الإغلاق في تصميم الشعارات العصرية المطلوب إقامة تجربة بتطبيق قانون الإغلاق في تصميم شعار مبسط باستخدام الأشكال الهندسية أو الحروف العربية أو الإنجليزية وتوظيف دور المساحة السلبية اللي هو الفراغ المحيط بالعناصر باختصار المطلوب تنفيذ شعار على مساحة سلبية أو مساحة فارغة يعني بدون ما يوضع كلها خلفية أو ما نسميه أرضية للعمل وهذا باستخدام طبعا أشكال هندسية مختلفة حتى لوكات عشوائية ليس ضروري التقييد بمثلث المربع الدائرة بإمكاننا نعمل أشكال هندسية غير منتظمة لكن لابد من مراعاة قانون الإغلاق وهنا طبعا نرى أو نستخدم دور اللي هو المساحة والألوان والشكل في تصميم هذا الشعار وليكن هذا الشعار لأي شيء ممكن يكون للفنون ممكن يكون لمطعم لمدرسة ما لدار تعليم لمسرح لأي شيء يكون تصميم هذا الشعار لكن نراعي فيه قانون الإغلاق ونراعي فيه أيضا استخدام المساحة السلبية أو الفراغ المحيط بالعناصر عندنا أيضا هناك البعد الإدراكي للفنون الأدائية فلا يختلف إدراك الفنون الأدائية عن البعد الإدراكي للفنون بشكل عام لكن الفنون الأدائية لها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الفنون حيث أنها ترتبط بالزمان والمكان من جهة وأيضا من ناحية من جهة أخرى بتشكل عناصرها المتعددة فعندنا مثلا لو افترضنا أنه فيه في لون الأدائية مسرح وهذا المسرح عليه مثلا مشهد تمثيلي هادف فهنا عندنا زمان ومكان زمان سيقام فيه هذا المشهد التمثيلي مكان اللي هو المسرح كذلك سيكون هناك مجموعة من العناصر اللي هي الممثلين والملابس التي يرتدونها والأرضية التي تخص هذا المسرح والأصوات التي قد تكون مساندة في الأحداث التي تقع في هذه المسرحية وغيرها مثل ما هو مكتوب هنا عندنا اللي هو الجسد والموسيقى والديكور والإضاءة وغيرها طبعا بحيث يصعب الفصل بين هذه العناصر في تكوين الفن الأدائي وطبعا لو نظرنا الآن إلى هذه الصورة سنجد صورة من العرض المسرحي السعودي كان يا مكان ضمن العروض وفعاليات في موسم الرياض عشرين واثنين وعشرين لو نلاحظ الآن هنا فيه شكل الحصان والألوان التي عليه هذا جزء من المسرح طبعا يعتبر هذا اللي يسمونه الجسد كذلك الممثل الذي يرتدي الأخضر الأخضر مع البني على ملابسه ويربط شعره أيضا هذا جزء من اللي يسمونه الجسد قد يكون هناك لو نظرنا فيه شخص يعزف العود في عمق اللوحة في الأعلى هذا يعتبر من الموسيقى طبعا والديكور اللي هو أرضية المسرح والديكورات التي وضعت في هذا المسرح من أجل إعطاء تجسيد للواقع ومحاولة محاكاة الواقع أيضا موضوع الإضاءة والتركيز على عناصر دون غيرها أو الإضاءة الشمولية في كافة أرجاء هذا المسرح هنا حينما ننظر إلى هذه المسرحية أو هذا الشكل سننظر إليها ككل لن ننظر إلى الديكور الوحدة أو نستمع إلى الموسيقى الموجودة الوحدة أو نستمع حتى للكلمات التي تدور الحوارات التي تدور بين الممثلين في هذا المسرح لوحدهم سنستمع إلى كل شيء في نفس الوقت وسنشاهد كل المنظر مع بعض في نفس الوقت فيكون هنا الإدراك الكلي أو يكون الإدراك بشكل كامل وكلي لهذه المسرحية أيضا في الفنون الأدائية يتطلب إدراك العمل الفني الأدائي قدرة على التركيز على هذه المنظومة من حيث العناصر المتداخلة والتي تتفاعل مع بعضها البعض في حركة مستمرة هي مدة العرض الأدائي بحيث يستطيع الجمهور أو المتلقي فهم المعنى العام وما يتضمنه من رسائل وجدانية وعقلية وجمالية بصرية وكذلك الاندماج وجدانيا وعقليا وبصريا مع تركيبة العرض الأدائي التي تبدأ من بداية العرض وتنتهي بانتهاءه طبعا أعزائي الطلاب والطالبات بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته